اذا ما كان ضرب الطبول هناك في سوريا فان العرس الدبلوماسي والسياسي للحل قد يكون في باريس او موسكو وربما يصل الى الاستانة وجنيف ولا ضير ان مر بطريق القاهرة والرياض السوريون يرون ان ازمتهم قد اشبعت تشاورا ووصلت الى حالة التخمة لكن رؤيتهم هذه تركن على الرف على ما يبدو والمؤتمرات في ازدهار ورخاء وما اندق المسمار الاخير في نعش لقاء موسكو التشاوري الثاني منتصف نيسان الماضي حتى بدأ الحديث عن جولات وليس جولة واحدة من النقاشات والمؤتمرات سيعيش على وقعها شهري ايار وحزيران اما ساعة الصفر لتلك اللقاءات فبدأت في العاصمة الكازخستانية استانة عبر مؤتمر مكمل لمشاورات العاصمة الروسية لكن الجديد وجود تيارات اخرى ضمن قائمة المدعوين والتي ترفض موسكو وجودهم على اراضيها وهم ايضا يرفضون الذهاب اليها والحديث هنا عن حزب الوعد الذراع السياسي للاخوان المسلمين في سوريا وحضر عن الحزب كل من نبيل قسيس وياسر الوفاء المؤتمر الآنف للذكر انتهى دون ان يسفر عن نتائج تستحق الخوض في تفاصيلها وبورقة رؤية تقوم على البدء بسلسلة من المشاورات تنتهي بتشكيل مجلس الرئاسي للابتداء بمرحلة انتقالية بحيث تنطلق هذه المرحلة بانتقال السلطة الى المجلس الرئاسي ورحيل رئيس النظام وزمرته الحاكمة اضافة الى انعقاد مؤتمر تأسيسي وطني شامل لكل الاطراف والمكونات للوصول الى دورة برلمانية اولى اي لا جديد يذكر ولا قديم يعاد ولا يعد كونه مؤتمرا في الاستانة شكلا وفي موسكو مضمونا واهدافا وبالتالي تشويش المعارضة وتأهيل النظام وحشو وفد المعارضة الى مؤتمر جنيف ثلاثة اذا عقد بمعارضين مزورين استحقاق اخر يطبخ على نار ليست هادئة في القاهرة وهو مقرر يومي الثامن والتاسع من حزيران اعتاد على حضوره شخصيات عدة كهيثم الناع وفيسارة وقاسم الخطيب وبسام الملك ويحضى اي المؤتمر بدعم من امين الجامعة العربية نبيل العربي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويرى كثيرون ان هدفه لا يعد كونه مصالحة مع النظام والحصول منه على مكاسب بسيطة مثل وزارات للمعارضة المشاركون فيه قلة ويقاطعه الائتلاف علنا لكن الاخير لا يتخذ اي اجراء ضد من يخالف تعليماته ويشارك من اعضائه مثل فايز سارة ويزيد في ضعف التمثيل فيه ان السلطات المصرية تمنع دخول الكثير من السوريين الى مصر اي الاخوان المسلمين وكل من هو حليف للاخوان او يشك بانه حليف لهم وضمن الخارطة العربية ايضا نجد نية في عقد مؤتمر بالرياض لم يتم الاستقرار على موعد له ولا على شكل نهائي كان الميل في البداية ان يكون مؤتمرا واسعا يأخذ موقفا ضد بشار الاسد ويرفض ان يتولى اي صلاحية لا الان ولا في مرحلة انتقالية ولا في المستقبل قبل ان يتم الحديث لمؤتمر يشتمل على القليل من ممثلي الفصائل الفعلة والقوى السياسية الملتزمة بمطلب الشعب السوري باسقاط النظام يسفر عنه امانة عامة ويتحول الى مرجعية للشعب السوري المطالب باسقاط النظام وبين زحمة هذه المؤتمرات تبقى الامور في غياه بالتكهنات لكن ما يبقى ثابت ويتمدد ضعف النظام وازدياد رقعة سيطرة الثوار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة